السلام عليكم تتبعين الكرام صاحب صيارة يدهسه رضيعا معتقدا أنه تعطر بحجر ليتفاجأ بجدة أعز الناس إليه أفادت مصادر مطلعة أن أحد دواوير دواحي فم أودي إقليم بني ملال يتزز والا اليوم الأحد على وقع تسجيل حادثة مميتة ذهب ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره السنتين ووفق المصدر ذاته فأحد الأشخاص كان بصدد قيادة عربته من نوع بيكوب بالقرب من منزله ولم ينتبه لوجود ابن شقيقه البالغ من العمر السنة والنصف بالقرب من عجلات السيارة ليقوم بداسه حيث ترجل من السيارة معتقدا أن حجاء حجرة يتفاجأ بالطفل جتة هامدة هذا وحل رجال الدرك الملكي بعين المكان وفتحوا التحقيق لمعرفة ملابسات ما وقع فيما دخل العم في صدمة نفسية من هول ما شاهده كما خلفت وفاة الطفل حزنا بالغا بين أسرته وجيرانه بنفس الدوار إن لله وإنا إليه راجعون